الكآبة والتمسك بالأوجاع والآلام كفران بالنعمة وفي ناس بتعيش بفلسفة جح خائف أفرح ليه بقى؟ عشان ما أنا أتنكد مش يمكن بعد ما أفرح أتنكد فأنا هتدايق من دلوقتي يعني إيه اللي حاصل؟ أنا بدل متعب أفرح وبعدين أحزن تاني فأحزن قوي فخليني لا خليني حزين من دلوقتي لإني لما أحزن أحمل نفسي من الوجع فأنا عنعزل عشان ما أعش في حاجة أسوأ من دي وابقى كده عارف أو حزن تعرفه أحسن من وجع ما تعرفوش عارفك لا حياة مش كده الحياة ما بتتعش بالتوقعات الحياة لم يسبق لنا معرفتها الحياة ده فضل من الله سبحانه وتعالى وإحنا لا نحيطه بالله علمة ولذلك عطاء الله إحنا لا نحيط به ولذلك هو علمنا وقلنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في ناس بتربي نفسها على فكرة أني أنا ما عنديش أنا ما عنديش أسباب السعادة لا عندي أنيس ولا أريب ولا مال ولا جاه ما عنديش حاجة لا عندي لا أنيس ولا أريب ولا حبيب ولا أي حد مع أن أسباب السعادة على فكرة مالية حياته ما فيش ركل من أركان حياته هتلاقيه عنده أولاد عنده أصحاء عنده ناس بتحبه بس هو حاطت على عينه حاجة واحدة بس منتظرة إيه اللي حاصل؟ أنا كنت محتاج أبويا يحن علي وأبويا محنش علي ورفضني أنا كنت محتاج أحب وتحب أنا كنت محتاج أتجوز صغير أنا كنت أنا كنت أنا كنت أنا كنت أنا كنت واعد بقى ومغم يعنيه مغم يعنيه عن نقمة النعم المحوطة في كل حاجة وعايش كآبة من بعدها كآبة البهجة يا سيدي عشان بس تعرف أسوأ حاجة بقى في البهجة الناس اللي اتعامل مع البهجة على أن هي لزة البهجة مش لزة فعشان كده مش هتلاقيها في الشوبنج ولا هي نشوة البهجة مش لحظة هتعيشها مع الهرمون ولا سواء الدوبامين أو غيره من عرمونات السعادة البهجة يا سيدي الحاجات البهجة الحقية هي تجلي من تجليات ود الله وكرم الله يفتح تفتح عليك أبواب السعادة وتعرف أن السعادة ساعتها نور وتعرف ساعتها أن السعادة مدد وأن السعادة بأنك عبد يكفيك الله سبحانه وتعالى السعادة أنك تحس أن كل شيء بتعيشه مصنوع ليك بحب كل حاجة بتفصيل ومكتوب على كل حاجة فإنك بأعيننا وإن اللي حاصل؟ ولتصنع على عين البهجة في الحقيقة يا سادة نوع من أنواع الإحساس والغمر بنعمة الله فتجد قلبك قبل لسانك يشكر نعمة الله عارف البهجة؟ هو قلب يشكر نعمة الله إحنا متعودين على أن شكر النعمة عندنا أني أحس بأنه علي دين لكن شكر النعمة أني أفرح أول شكر النعمة أني أفرح بأن محل مدد الله ومحل عطاء الله ومحل نظر الله ومحل عون الله ومحل كفاية الله ومحل تدبير الله احنا عندنا مشكلة كبيرة منعت قلوبنا عن ان احنا نعيش بالبهجة عندنا المشكلة منعت القلوب من ان هي تعيش بالبهجة وتعيش كمان السعادة وهي ايه؟ استهلاك النعم ان احنا نبص النعم على انها منتج خلاص استخدمنا وخلاص انا نجحت خلاص اللي بعده عارف انت فكرة اللي بعده؟ واكتر حاجة بتدل على استهلاكنا للنعم هو عدم شكرنا للنعم فاذا اردت ان انت تستهلك نعمة ما تشكرهاش لانها تفوت خلاص عارف؟ احنا ساعات بنقول للناس انت لازم تعمل ذكرات سعيدة اكتر حاجة بتعمل ذكرات سعيدة هو شكر النعم شكر النعم بيجعل النعمة محفورة في قلبك فكل شوية تيجي تلمس النعمة المحفورة في قلبك تجي نفسك بتسعد وتفرح لان النعمة لما تشكرها تدوم ولان شكرتم لا ازيد انكم يبقى ازا شكران النعمة هو اللي بيخلي النعمة من الذكرات اللي هيجي بعد كده قوله تعالى واذكرهم بأيام الله فتتذكر يوم النعمة ويوم الفضل فتبتهج وتستبشر ان الخير جاي ويتفتح لك ابواب الامل اللي تفتح بمفتاح الايه الامل اللي تفتح بمفتاح ايه مفتاح البهجة شوفان النعمة والفرح بيها هو السبب الاساسي للبهجة في حياتنا احنا طول الوقت بنجري عشان نلحق نحقق السيناريو اللي احنا حطينه لتفاصيل حياتنا ودماغنا مشغولة بمليون حاجة عن رؤية نعمة ربنا سواء فيك او في اللي حواليك وعشان كده في جملة جميلة اول قالها عالم العلماء النفس في كتاب من كتب بتقول ايه ابطئوا قليلا وتذوقوا وشموا واسمعوا واصغوا الى كل الاسوات المحيطة بكم ودعوا حواسكم تعود الى الحياة نعم ان الانات من الله ان الانات من الرحمن والعجل من الشيطان الاناة مع النعمة من الله والتعجل مع النعمة من الشيطان